بجهة قلميم وادنون أطلقت جمعية الرمال للتنمية الأسرية مشروع من أجل مشاركة قوية وفاعلة للمرأة في الحياة العامة ويروم المشروع التحسيز بأهمية المشاركة وتقوية الحس الوطني لدى المستفيدات من المشروع على مستوى جهة قلميم وادنون كدفع أساس للإنخراط في العمل السياسي وتشجيع ودعم مشاركة المرأة القروية في الانتخابات وتعزيز وتقوية قدرات المنتخبات في مجال الشأن العام المحلي نفض المشروع بالضبط أن نرقز على تقوية قدرات النساء سواء النساء منتخبات من جميع الحساسيات أو لامنتميات أو مشروع منتخبات أو فاعلات مدنيات ينتظر أنهم يكونوا منتخبات مقبلات يعني كل النساء يمكن أن يعاونوا في الانخراط في الحياة العامة بتقوية مجموعة من القدرات سواء المهارية سواء السلوكية سواء المعرفية وركزنا على يعني أن كل جهات أقاليم دي الجهات ستفدوا سواء عندنا دورات كونية في قليميم عندنا في آسا وعندنا أيضا في قليم طانطان وفي قليم سيدي إفني المشروع يتكون من محورين أساسيين يهم الأول تقوية قدرات النساء في مجال تدبير الشأن المحلي من خلال دورات تكوينية بكل أقاليم الجهة ويروم الثاني التبادل من خلال تنظيم زيارات تبادل التجارب خارج الجهة لسيما لجهة سوسماسة ودرعة فيلات والعيون ساقي الحمراء وكذا إعداد دليل للتكوين وهذا المشروع يدخل في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء برسم 2019 موسيقى